موسيقى تفردت مصر دون باقي البلدان الافريقية بمشاركتها في تأسيس معظم الاتحادات الرياضية في القارة السمراء لكن تاريخ الكرة الافريقية يتوقف كثيرا وبفخر كبير وامتنان أكبر لعائلة عريقة كان لها أثر واضح وتأثير جم في تأسيس وتطوير وتطهير الاتحاد الافريقي لكرة القدم عبر أجيال مختلفة عائلة فهمي ليس مجرد لقب عائلي ارتبط بالكاف بل جذور رأسية ترحت أوراقا من ذهب بداية من الرائد الكبير موراد فهمي أحد مؤسسي الاتحاد الافريقي لكرة القدم عام سبعة وخمسين برفقة المصري عبدالعزيز عبدالله سالم أول رئيس للكاف وقد كان موراد فهمي لاعبا بالأهلي ثم مديرا للكرة وعضوا بمجلس الإدارة وعمل لسنوات كمدرب لمنتخب مصر ثم سكرتير للاتحاد الافريقي لكرة القدم قبل أن يسلم الراية لابنه الرمز الكبير مصطفى موراد فهمي والذي شغل منصب سكرتير الكاف لأكثر من 28 عاما ثم مديرا للمسابقات بالاتحاد الدولي لكرة القدم وسبق وأن شغل منصب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ثم الحفيد عمر فهمي أحد النوابغ الإدارية في الكرة الافريقية وعمل لسنوات سكرتيرا للاتحاد الافريقي لكرة القدم مثل والده وجده وقد كان حديث كل الأفارقة إبان كشفه لوقائع الفساد داخل الاتحاد الافريقي لكرة القدم قبل أن يغادر دنيانا تاركا سيرة رائعة لشاب مختلف حارب السرطان والفساد في آن واحد وربما لا يعرف الكثيرون أن عزيز فهمي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر في منديالي 34 كان شقيق مراد فهمي وعم مصطفى فهمي وقد كان حارسا كبيرا وهو أول حارس يحترف بأوروبا عند التحاقه بفريق مومبليي الفرنسي في ثلاثينيات القرن الماضي دخلت عائلة فهمي تاريخ الكرة الافريقية من أوسع الأبواب أوراق التاريخ دائما ما تتوقف أمام العظماء مثل مراد فهمي وتدين الكرة الافريقية بفضل كبير لمصطفى مراد فهمي ويرفع الشرفاء في القارة السمراء القبعات لعمر مصطفى مراد فهمي حقا إنها عائلة محترمة شرفت الأهل والرياضة المصرية في المحافل الدولية طبعا صور وصور ديها زمن بعيد جدا وصور ذكريات أنا بقول لكل جميل النادي الأهلي افتخروا بالنادي الأهلي النادي الأهلي ده تاريخ كبير جدا وإحنا كل حلقة من الحلقات بناكتشف إن إحنا عندنا كنوز والكنوز دي لازم نظهرها لحضراكم عشان تشوفوها